اليوم هو واحد من اكتر الايام زحمة فكرية عتمي صح انا شعل ضو هيك احسن لا صفر مكعب بس خلصت كتير اشي عندي اكتر اشي اعملها والفكر مزحوم بمليون وستمائة وستة وستين الف شغلة ولكن مش عم بقدر امسك اي واحدة فيهن بعدني طالع من بعدني عم حاول فوت بورك مود شو هاي مع انه تعيتي مكنت كتير خاصة فيما يتعلق بالفلوغ ساعة عشرة وستة وثلاثين دقيقة وهي اول مرة بحكي فيها مع الكاميرا اليوم يب مش لأي سبب بس انا فعليا انسيت حامل الكاميرا ومخي مش مستوعب ابدا انه هي الكاميرا لازم استخدمها مشان واحدة من الاخوات بعتت لي رسالة على واحد من مواقع التواصل الاجتماعية بايد او اي انا لغيت السناب شات من عندي فبعده الحساب موجود بس ما فيه سناب شات وبعد للباقي بعتت لي رسالة بتحكي ادي هي بتخاف من ابوها ادي ما فيها تحكي مع ابوها طبعا انا ما استمبت الفكرة اتقول واتسو عفر انا شو يعني الواحد بيخاف من ابوه عادي للبريف ويسوريش اكتشفت انه عن جد فيه ناس بيخافوا من ابها بسبب غضب الاب بسبب ضعف شخصية الطفل هذا الشي نمى وتطور ما احد احله وما احد اقوى شخصية تانية ولا احد اخفف عصبية واكله اتله صغير وا 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 الى اخير هل انا مش طبيب نفساني ولا ازعم ولا ادعي ولا 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 ولكن في وجهة نظر بهذا الموضوع صغيرة جدا واللي هي والله ما فيني اول اي ادعي لان اعرف ان ابوه كانوا يعملوا اولادهم مثل الاعداء بالحرب ويكونوا سارين منهم شغله وقاتلينهم قتيل ومدينين منهم الفلوس وعم بيسروا الفلوس بمحل تاني وما عم برجعوا لنياه بعد طريقة كانوا يعملوا فحبيه والله ما بعد عندكم حل يا شباب صبايا اللي عم تحضروا الفلوك ما عندي حل غير حبيه يعني هو ابوكي انت طالع من صلبه فالتانية المفروض فيه عاطم مفروض ولو انو اشك في بعض الابه خير ان شاء الله اليوم الفلوك رح يكون سرد وسوالب تعال رحكي لكم هالقصة هدا واحد من احلام الطفولة تابعتي بالزمنات كان ان يصير رئيس امريكا كان واحد من افشل احلام في التاريخ شايفين شو عم صير بالكرة عرضية لكان انا كل مسؤول عن الهيك خصت لصة خلص متوقعين شي احسن من ايك تعالوا لهم بل كي بتلاقي ولكون شي احسن تعالوا بما انو فعليا ما عندي شي احكي فيه اليوم ومخي عن الجد جربت كل الطرق شو هاد جربت كل الطرق لفك التشنج بالدماغي هاتلق لي لكم شغلة بما انو انا ملتزم مخالفات ضبط مخالفة مرورية هاي مو الي هاي هاي مو سياد هاي بسنت الالفين وخمسة بما انو انا ملتزم امام نفسي اولا وامام البعض منكم ثانيا انو لازم منزل الفلوك يومي والله برافو عليكم انو لغاية الان عم تحضروه يعني اللي اللي وصل لهون يحط كومنت يقول انا وصلت لهون هذا كتاب خدرات غير محدودة لانتينو روبينس جاني بسنة الالفين وستة اهداء من بابا وماما بين وستة كينت يعني ادي عمرين الله يطول بعمر اهلي يا رب وعمر اهلكم واحبابكم هذا الحج توني روبينس مكينة باور وموتيفيشن طبعا هذا الكتاب المقدمات مكتوبة من اصدقاء لتوني روبينس كينث بلانتشارد شارك في تأليف كتاب مدير الدقيقة الواحدة حاصل على درجة الدكتوراه مقدمة ثانية سير جيسون وينترز مؤلف كتاب مرض السرطان القاتل رالف والدو امرسن كتب كمان وهذه ترجمة مكتبة جرير ليست مجرد مكتبة مهم انا ما نضع وقت فهذه المقدمة من كتاب بقدرات غير محدودة لتوني روبينس طبعا هو بالانجليزي بس نترجم طوال حياتي كنت اواجه صعوبات في التحدث الى الملأ حتى في اثناء قيامي بتمثيل في الامفلام فقبل المشاهد الخاصة بي مباشرة كنت اصاب بمرض جسدي ذكر كتير عالم بيصاب بمرض جسدي قبل امتحانات والله والمرء ان يتصور مدى الاثارة التي شعرت بها مع خوفي الشديد من التحدث الى الملأ عندما سمعت ان انتوني روبينس الرجل الذي يحول الخوف الى قوة يمكن ان يعالجني وعلى رغم من شغفي عندما قبلت الدعوة لمقابلة انتوني روبينس لم استطع تخلص من شعور بالشك لقد سمعت عن البرمجة باللغويات العصبية والطرق الاخرى التي يعتبر توني خبير بها ولكني على كل حال قد امضيت الساعات الطويلة وانفقت الاف الدولارات بحثا على المساعدة المهنية المختصة اخبارا المختصون انه بسبب تنامي خوفي عبر السنوات ليس من المتوقع ان احصل على علاج سريع ووضع اولي جدول لا ينتهي يجتمل على زيارات اسبوعية للعمل على علاج مشكلتي وعندما التقيت بانتوني دوهشت لانه كان ضخم الجثة فمن النادر جدا انه قابل شخصا اطول مني لقد دلسنا ووجته نفسي عصبيا للغاية عندما بدأ يسألني عن مشكلتي ثم سألني عما اريده والطريقة التي اريد ان اتغير بها ويبدو ان خوفي قد ظهر مرة اخرى للدفاع عن نفسه ولكن صوت انتوني الحنون جعلني ابدأ في الانصاط لما يقول لقد بدأت في التخلص من احساسي بالذعر عند التحدث الى الملأ واستبدلت مشاعري بالذعر فجأة بالمشاعر الجديدة التي تجمع بين القوة والثقة جعلني انتوني ارجع بذاكرتي الى وقت كنت اقوم فيه بالقاء الخطب الناجحة وبينما كنت اتحدث ذهنيا كان انتوني يمد يد المساعدة باثارة اشياء استطيع ان استعيدها لتعزيز ثقتي بنفسي وتقوية عصابي اثناء التحدث وسوف تقرأ عن كل ذلك عبر سطور هذا الكتاب قصة حقيقية لقد ضللت مغمض العيدين اثناء اللقاء لما يقرب من 45 دقيقة كنت خلالها استمع لانتوني وكان هو يلمس ركبتي ويدي بين الحين والاخر ليمدني بالمساندة الحسية وعندما وصل لقاءنا النهاية وقفت ولم اكن قد شعرت بمثل هذه الراحة والهدوء والطمأنينة من قبل فقد زال احساسي بالضعف واصبحت اشعر بثقة تامة لاداء عرض لوكسنبرغ التلفزيوني امام ما يقرب من حوالي 450 مليون مشاهد واذا كانت اساليب توني تنجح مع الاخرين مثل ما حدث معي فان هذا الامر سيدي الى استفادة ملايين البشر منها في جميع انحاء العالم فهناك من يرقدون في اسرتهم وعقولهم مشغولة بالاخرة فلقد اخبرهم الاطباء بانهم مصابون بمرض السرطان وهم متضايقون لان اجسادهم تعاني من الضغوط واذا امكن التخلص من خوفي الذي لازمني طول حياتي في ساعة واحدة فلابد اذا ان تتاح اساليب انتوني العلاجية لكل من يعانون اي نوعا من المرض العاطفي او العقلي او الجسدي الله بعرف وحده مش بس انتوني اللي معلم انتوني ما رح يفيدها بده طفائي يمكنهم التحرر من الخوف والضغط والقلق واعتقد انه من الضروري ان نعجل هذا الامر بعد ذلك فما ادعي الى خوفنا من المياه من المرتفعات التحدث الى الملأ خوفنا من الثعابين او من رؤساءنا في العمل خوفنا من الفشل خوفنا من المجهول او حتى الموت او خوفنا من كوكو توتو او خوفنا من بابا اللي ما عم نقدر نحكي معه انني حر الان وهذا الكتاب يقدم لك نفس الاختيارات انني متأكد من انا كتاب قدرات بلا حدود سيكون من اكثر الكتب مبيعا لانه يتعدى مرحلة التخلص من الخوف ويعلمك ما يفجر فيك اي شكل من السلوك الانساني الايجابي واذا استطعت استيعاب المعلومات الواردة في هذا الكتاب فسوف تتحكم بشكل كامل في دهنك وجستك وبالتالي في حياتك مؤلف كتاب مرض السرطان القاتل اي سوير ما كنت مخطط لهذه المقدمة اللي بتتناسب مع الموضوع اللي طرحتي انتي ولكن سبحان الله وفعليا الاجابي على السؤال واللي هو السطر الاخير فما تداعي من خوفنا من كذا وكذا وكذا اذا بتوجدي لنفسك سبب غير انه بس بخاف منه او ما فيني اعمل ليه هيك اعرفي شو هو السبب غير الهيك هيك مش سبب يلولك معرفت المشكلة هو ثلاثين الحل ربا صدفة خيره من الفي مئات انا ويس عزرونا على الفلوغ اللي مشاربك اليوم اللي مخربط انا فكريا مخربط اليوم عندي كتير شغل وعم بتاخد قرارات مهمة بحياتي ولأ انتي اللي على تويتر وعا سناب شات مالك علاقة بالموضوع تقول موضوع الموضوع فيه دول مربوطة بعض ممكن تعرفوه كمان ستة شوية معلين اسباح الى اللقاء بك رحلة اشتركوا في القناة اللقاء وليس لسه شكرا